في تطورات الملف السوري قتل أربعة أطفال على الأقل في قصف لقوات النظام استهدف مدرسة في مدينة جسرين إحدى مدن الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق مصدر طبي أكد إصابة العشرات من التلاميذ بجروح متفاوتة فيما بوترت ساقاء أحدهم يأتي ذلك بالتزام مع ظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أربعمائة ألف شخص داخل المنطقة من جراء الحصار الذي تفرضه عليهم قوات النظام والميليشيات المساندة لها وتندرج الغوطة ضمن مناطق خض التوتر التي يتم التفاوض عليها في اجتماعات أستانا كما تسعى المنظمات الإنسانية لإصال المساعدة إليها بعد المجاعة التي شهدتها المنطقة